للمرة الأولى منذ الأزمة المالية التي شهدها عام 2008 توقع محهد الإحصاء الوطني في فرنسا قفزة في مؤشر الأسعار في أقطاع الأغذية بأكثر من 6% شهر يونيو المقبل وهي زيادة كبيرة بعدما ارتفع المؤشر في أبريل الماضي إلى 3.8% لاحظنا ارتفاعا بالأسعار منذ كوفيد العام الماضي ونشهد الآن تضخما حادا منذ بداية العام الخضروات زادت للضعف عن عام 2021 ومع تداعية حرب أوكرانيا والمفاوضات التجارية بين عمالقة التجزئة والموردين يمكن أن تقترب زيادة أسعار المواد الغذائية من 10% قبل نهاية العام مما يهدد القوة الشرائية للأسر الفرنسية الأسعار ترتفع بشكل كبير داخل المتاجر الغذائية المنتج ذاته أصبح يختلف سعره من يوم إلى آخر أحاول البحث عن المنتجات الأقل سعرا أقوم بفحص الأسعار أولا قبل شرائها في عدة محلات لإيجاد السعر الأفضل الزيادة التي انعكست بوضوح على رفوف المتاجر الغذائية تجسدت بداية من ارتفاع أسعار الزيوت بنسبة 7.2% ثم الخضروات والأسماك الطازجة واللحوم وشهدت الفاكهة المجمدة ارتفاعا في أسعارها بنسبة تجاوزت 30% في المتاجر ويرجع البعض هذا التضخم إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الأسمدة التي تنتج غالبا في أوكرانيا وروسيا والتقسي السيء الذي أثر بشدة على حوض البحر المتوسط في الأشهر الأخيرة في موجة التضخم هذه تظهر فرنسا أدنى معدلات التضخم في منطقة اليورو حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك حوالي 4.9% في فرنسا مقابل متوسط 6.1% في منطقة اليورو بلقس نحاس قناة الغد باريس